يقول قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وجزاء سيئة سيئة مثلها الو في كلمة جزاء في الآية الكريمة تكتب ولا تنطق تكتب وتنطق طبعا عزا المشاهدين يعني الاختيارين موجود على يمين الشاشة كما ترون الإجابات والإجابات في معظمها صحيح ولكن نتأكد من فضلة الشيخ خالد ففضلة الشيخ هيقول لنا الإجابة مختصرة ثم نذهب بعد ذلك مع فضلة الشيخ نتعرف على التلاوة الصحيحة للآيات المباركات شيخنا نجدد لحضرك التحية تفضل مشكورا جزاك الله وغيرا وإياك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد الإجابة المختصرة كلمة وجزاء معنى كلمة جزاء وأعني الواو أي الواو التي في آخر الكلمة قبل الألف لو أنك مشكورا وتكرما فتحت المصحف ونظرت فيه جيدا فوجدت أن كلمة جزاء قبلها واو ومعنى واو في آخر الكلمة بعدها ألف هذه الواو هكذا في هذه الكلمة وكذا شابهها كلمات في مواطن معدودة في كتاب الله تبارك وتعالى تكتب هذه الواو اتباعا للرسم ولا تنطق في هذه الرواية فننتبه كلامي إذن يتعلق برواية حفص عن عاصم إذن الواو والألف بعدها كلاهما في هذه الرواية صورة للهمزة التي تنطق فالواو تشير إلى حركة الهمز إذا وصلت كلمة جزاء بما بعدها وجزاء سيئة سيئة مثلها إذن هذه هي الواو أما الألف فلو أنك أيها القارئ وقفت اختبارا أو اضطرارا في هذه الرواية على هذه الكلمة ستقول وجزاء لأن الهمزة إذا تطرفت وكان ما قبلها مفتوح ترسم على ألف إذن هذا ما يتعلق بهذه الرواية أعني رواية حفص عن عاصم إذن هذه الإجابة باختصار شديد في هذه الكلمة